بعد الجريمة الشنعاء التي تعرضت لها طفل رنى ذات الثلاثة العوام تجمعت قبائل همدان وخولان وبني مطر للمطالبة بإنزال أشد العقوبات بحق الجاني ليكون عبرة لغيره من ضعاف النفوس بعد ارتكاب الجريمة التي هزت كيان الإنسانية جمع بحق الطفلة رنى المطري ذات الأعوام الثلاثة تجمعت قبائل بني مطر وهمدان وخولان أمام المجمع القضائي لمحاكم ونيابات جنوب غربي الأمانة ومحكمة ونيابة الصحافة والمطبوعات للمطالبة بسرعة الحكم على الجاني اجتمعنا اليوم قبائل همدان وقبائل بني مضر وقبائل خولة ثلاث قبل وإحنا منتظر لما عيرتنا من نبا هل عيرت صلوف القضية في هذا اليومين نضالب ينزلوا به العقوبة في أسرع وقت استنادا لكتاب الله الطفلة رنى اختطفها الجاني مع غروب شمس أول أيام عضل الفطر المبارك وحتى اليوم الثاني إلى أن وجدت جثتها مختصبة في جريمة أثارت الرأي العام واستفزت مشاعر الناس كونها جريمة دخيلة وغير مسبوقة في المجتمع اليمني الأرض ما زدت تسعة عندما تشوف الطفلة ميت وانت بتطلبها من يوم العيد على أساس مختفية وعندك عن تجارك كم جلسة ضايع؟ هي من تجاه المغرب من الساعة خمس يوم العيد من خمس مغرب لا يوم ثاني ظهر ويهو مقتولة في الدقان ما كانش ندارين للعالم كلهم بم المكبرات ملان العاصمة ملان يعني الحارق كلها بتطلب البنت هذه لو ما اخرجي أخدتها فالباب أني تجاه الميدا باسمي وباسم نقابة شعراء اليمن ومنظمات المجتمع المدني نطالب بسرعة البتة في القضية وتقديمه للعدالة والحكم العادل الرادع لمثل هذه الأفعال اجتمعت القبائل هنا لمطالبة القضاء بسرعة البتة في تنفيذ الحكم العادل بحق الجاني واتخاذ الإجراءات الرادعة نطالب الدولة دولة الإيمان والحكمة من أعلى هرم في الدولة إلى أصغر جندي إلى أصغر مواطن بأن يجعل هذه القضية نصبع عينهم لأنها انتصار للدين والإسلام والشريعة وانتصارا للطفولة وانتصارا لأبنائنا جميعا وحتى نرفع للعالم بأن الشعب اليمني ينبذ مثل هذه الأعمال وندينها بكل شدة رحلت الطفرة رانا بذلك الفستان الذي انتظرت بفارغ الصبر ارتداءه يوم العيد ومشاركة الأطفال فرحتهم لكن وحشية الجاني وسوء ما فعل ذهبت ببراءتها وطفولتها فأصبح العيد فاجعة على أهلها وكل أبناء اليمن أكرم سران اليمن اليوم تتواصل مواكب العزة والكتابة